بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن وعلى الله وصحبه وسلم. اما بعد. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل جزئية كلها. اللي هما على دهم ست امتحانات كل امتحان عشر جمل. يعني ستين جملة مع بعض. هنحل لهم في فيديو واحد. وبعد كده ندخل على السنينمز والانتنمز اللي هما برضو ست امتحانات في عشر جمل. ونشوف. اول سؤال معنا بيقول كن عادلا يا رجل. والتحيز يجب ان يتم وتجنبه يبقى يتحقق وحقق يعني يعقد ويمسك ويتسع. الكلمة دي لها تات معاني. معناها يعقد مؤتمرا او يعقد اه اجتماعا او هكذا يعني. معناها يسع. لما قول لك ان الغرفة تسع سبعين شخص او الكيس ده بيسع كل البضاية اللي انت اشترتها. وكلمة معناها يمسك وطبعا ما نتنساش ان ينتظر. بكم يعني يصبح. طيب العرب العرب بينهم اشياء كثيرة مشتركة. والتي يجب ان تقربوهم معنى. يقرب يقرب اشخاصا مع بعضهم البعض اسمها وما تنساش ان كلمة سواء لوحدها او لاتنين دول معناهم يؤدي الى زيهم كلمة وزيهم كلمة الناس دي كلها كده معناها يؤدي الى. طيب يطور او يطور دو يفعل وفيه يشعر طبعا ما لهمش علاقة بالموضوع. طيب رقم تلاتة بقول متحافظ المصطلح اسمه معناها يمل او زاهقة مني يعني. انا مللت من من تأجيلك امير. قم بالوظيفة الان يا امير. يعني يجب ان يعيد او يدفع يسد القرض مرة ثانية. كلمة لون اللي هو القرض البنكي يعني. طيب المهم هو تلقى تحذيرا يتلقى تحذيرا يبقى تحذير غير اللي هي بالم اللي هو معناها التدفئة او لو قلنا اللي احتباس بالحراري. طيب طربية الطفل يعني ليست سهلة يبقى اه كلمة معناها يربي زيها بالضبط كلمة يعني يربي او ينشأ الناس اللي بيفوزوا عمرهم ما بيهدروا فرصة يهدر الفرصة اسمها او طيب اللي هي الانتاجية طبعا معدلات الانتاجية معدلات الانتاجية يمكن ان احنا نعمل فيها ايه عن طريق رفع مرتبات العمال طبعا يفوض يعني يقبل يعني يعني يقيم بقول لك ان معدلات الانتاجية ممكن قد يقيمها عن طريق رفع مرتبات او اجور العمال استصميمه وعزيمته يعني سعرته في ان هو يعمل ايه في التحيز وصعوبات اكيد يتغلب على اللي يسمى يعني يحصل على يعني يسبب يعني يمسك او يصطد في الجملة الرقم تسعة بقول لك مستر اشرف لاحظ ان انني لم اكن اعيره لانتباه يعير اللي انتباه اسمها خبال لك اللي واحدة الجزئية اسمها يعني كلمات اللي بتيجي مع بعضها فانتباه انتباه حافظها المفروض يعني يعود بتسوي تلمة يعني يغير او يتغير ذيها زي كلمة اللي ممكن يكون معناها يغير او يتنوع اللي لازم باعتها اللي معناها بسبب او بفضل ودي كما بنستخدمها عشان ابين المشروع الجديد سوف يوفروا يبقى وممكن نحط لمكانها ما انتعرف ان او الجملة التانية دي معناها هتخلص من واحترس اني اسمها جيت وبعدين دي من غير اي ما فيهاش اي وبعدين مش عشان انا بديجي في الاختيارات بشكل مختلف بقول لك نحن يجب جميعا ان احن نعمل ايه في النماطية السلبية النماطية السيئة اللي في مجتمعنا كلمة دي معناها يتحدى ومعناها يرفض ومعناها كمان يتمرد على بقول لك انا اعاني او انا عندي يعني او او واجه الارهاق انا لم ااخذ راحة منذ فترة طويلة كلمة دي معناها يحضن يحضن شخص يعني اللي هي بتساوي كلمة ومعناها يتبنى فكرة او سياسة وبالتالي هي تساوي كلمة الضبط طيب كده كانون معناها حضن ريبت يلعب دور او يقوم بتمثيل ادوار يعني يطلب ويطالب معناها خبرة ومعناها تجربة ومعناها يعايش وهي معناها هنا في الجملة طبعا يعايش او يعاني من عند حاجة عايزينها في شوية كده واقول لك على ثلاث كلمات انت عارف ان في مصطلح اسمه ست وعندك في حاجة اسمها وعندك التلات كلمات دول كل واحدة منهم بمعنى مختلف تعالى ما نترجمهم اول كلمة ست يعني يحددوا اهدافا عايز يكون دكتور ويبقى عنده عربية وعنده فيلا وكده ده هو كده بيضع اهداف زيها تقريبا في المعنى بس معناها يوضعوا لنفسه اهدافا لنفسه اهدافا فيه يكون في النص كده مفعول زي يعني يحقق اهدافه. دول التات كلمات اللي هم علاقة بالاهداف كده ركز عليهم. اول جملة بقى في الجملة معناة بقول لك عشان يحقق الاهداف التي وضعها لنفسه يبقى طيب لما تكون انت بتكتب في سامري يا عم اه اعمليه في التفاصيل المهمة يعني يكتسب يعني يبقى او يظل ست يعني يعني يعد او يجهز يعني يبرز. كلمة معناها يبرز ومعناها الحدث البارز. يعني الحدث في هذا العام. طيب اداء الموسرين في المسرحية عمل ايه في الجمهور? يعني ابهرة اكيد هي هادة الاجابة. تورد ما تجوله. ترايد ما نحاوله. يعني ادى الى اوقتها ده. السؤال اللي بعد كده رقم ستة بقول لي فقط العلماء العظماء والباعثين هم الذين يحققون المراكز الاولى يبقى ده مصطلح على بعضه كده بمعنى هيحقق المراكز الاولى. تجنب وبعدها الفعل مدفل وفيه كلمة اسمها اللي معناها خال من ودي بتيجي في الترجمة دايما لما قولك يعني يعطي يعني يحضر او يجلب او ولو حطينا بعدها يبقى معناها يربي ولو حطينا بعدها آآ يبقى معناها كده يؤدي الى ولو شنا ابوت وقلنا لوحدها برضو يبقى معناها يؤدي الى مستر محمد شاطر في التطاق في تقديم الافكار المهمة يعني بتاعة المبادرة يبقى ما يعني يطور افكارا يقدم افكارا حديثة بلاي طبعا دو ما فيهاش مشكلة اللي هي جلسة التصوير حصلها ايه بشكل كامل انت عارف ان يعني يقوم بعمل جلسة يبقى ضن انا عارف ان اختبار القيادة بيحتاج تدريب اكبر لكن انا قررت ان انا اخذ المغامرة يعني اخذ المغامرة او يغامر الدكتور يجب ان يبقى على احدث الصراحة يعني في مجال تطور في المجال الطبي يبقى كيب كيب معناها يظلوا متطورا او يظلوا محدسا لنفسه طيب انت عارف ان كلمة شير دي لها معنين معنى كفرب معناها يشارك او يتشارك معناها كناون معناها حصة معناها يربي معناها يجمع مالا وكلمة كمان معناها يطرح لو قلنا يطرح سؤالا وكلمة كلمة معناها يرفع لو قلت لك يرفع ايدك او كده يعني طيب اه ميك طبعا يصنع وما فيهاش اي قضية التالت يا شباب دكتور بتاع العيلة عمل ايف صحة امي. المفروض دكتور العيلة ده بيراقب او بيفحص. فانا ممكن اقول لك هنا يعني يفحص وممكن اقول لك يعني يراقب. الاسعار هنا نهائية ما فيهاش في صال يبقى ليست جدالية ليست قدالة للجدال او المناقشة او ليست قدالة للتفاوض يبقى طيب ده معناها ان زي ما انها الاسعار هنا نسبتة فيهاش قضاء نقاش يعني بعض الناس بيضطر ان هم يشتغلوا عند اكتر من اه شركتين يعني وده اللي بيؤدي الى اللي هي بالمناسبة انت كان ممكن تقول هنا او ممكن تقول لي الكل كان يدفع هنا وكلهم بنفس المعنى. انا لم احقق نجاحا كصحفي. اغير اتجاه الوظيفي. في بعض الحالات الجراحين. انا عايت لتحفظ المصطلح ده اصلا لنا حاسس كده وشامي مراحة خيانة. مصطلح ده يجي في امتحان اللي هو اسمه يعني يفتح بطن المريض او يقوم بفتح المريض اجراء عملية للمريض يعني. عن ايساي بقولك في اخر المقال الكاتب بيضع نهايات يعني اسمها وقلت لك قبل كده مرة واتنون تلاتة انك ممكن تقول لكن ما نفعش تقول لازم مع تحط كلمة في النص كده اللي هي كلمة يعني يرسم خطة. طيب يبقى دروء قابلان لكن دروء بعد ما انت حسنت من انت من كفاءتك انت ممكن تحصل على يعني راتب افضل ويحصل على او اللي هي اسمها اه اه وكممكن هنا في الجملة نستخدم بمعنى يطالب بعد ما تحسن من كفاءتك وانتجيتك انت ممكن تطالب بمرتب زيادة. بقول لك عما انا سفرت لدول مختلفة ولات لي فرصة ان انا استكشف ثقافات مختلفة المواقف الحياتية الكتير اللي هو قابلها جعلته يكتسب خبرتان ويكتسب يعني طيب بعد كده رقم عشرة بقول لك لا تقلق بشأن نجاحك فقط ابزل قصارى جهدك. ممكن نستخدم هنا وممكن وقبل ما قالب الصفحة دي في ملحوصتين كده واستوقفوني ملحوصة الاولانية اللي انا قلتها بالكده وهقولها تاني لكلمة معناها يكسب يكسب مال مثلا عن سبيل المسال يعني يكسب ماني فيكسب فلوس. ولو قلنا دي معناها يكسب قوت يومهي. الحتة الاهم من ده كله ان كلمة معناها يكسب شخصا شيئا. لما اقول لك ارن دمي اكسب بري انساني اكسبتني خبرة. الحتة التانية اللي في في الجملة ديت كلمة كلمة يا شباب دي واري واري دي معناها القلق ذات نفسه ومعناها يقلق شخصا يقلق شخصا ومعناها يشعر بالقلق اللي هي يعني من الاخر كده يقلق لا تقلق وني او لا تقلق كده يعني طيب اه كان في كمان كلمة هنا عملت تحتها خط انا قلنا واري قلنا دي تمام. طيب بعد كده راكم صفحة اللي عليها تدور بيقول لك رقم اتنين بقى. احنا في التست الرابع. اه لسا في جملة ما خلناهاش. معنا هيعتبره من المسلمات يعني. انا استعني مسلم بكل شيء ان تقول له بعد بعض افكارك يمكن ان تكون قبل النقاش يبقى كان في رقم اتنين في الرابع بيقول لك انا اشعر بايجابية ناحية هذا القرار يبقى فيه بالمناسبة كلمة بوزيتف بوزيتف دي معناها ايجابي ومعناها كمان متأكد فلما اقول لك هو انت متأكد زي التغذية الرجعة الايجابية اللي احنا اخدناها اكسبتنا ثقة يكسب ثقة اه 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 او يجعل او تعطينا ثقة يبقى اه اه طيب فيه هنا فيه فكرة هنا عالية بتعرفها احنا ليه ما ناخدش لأ ما هو انت كان ممكن تقول ايجابي نشعر بي نشعر بي السقة وانتعرف ان كلمة فيل اصلا بيجي بعدها صفة ولترجمها اسم يبقى احنا كتب تلاتة اخدنا رقم بي جيفز رقم اربعة ما تدور ما تدور الذي يلعبه ملك في حياتك يبقى وعلى فكرة كانين فان اخد لو انت شايف ان الشاشة بتاعة الموبايل دي صغيرة ممكن تشير الفيديو على يبقى يشير طيب اللي هيحصل اعمل ايه في الفوت في التصويت يعني هيكون القائد يبقى الشخص الذي يفوزه بالتصويت يفوز يبقى ان دراسة تاريخه العظيم يبني او يؤسسه او يرسخه شعورا بالفخر في اه المصطيني القدماء الدكتور منصور حصل على حصل على يعني كعافكرة كان ممكن ناخد هنا او ما هو يعني يحصل على كما يتغلب على كوز يعني يسببه وكوز يعني امسكه او اصيبه بي او لاحقه بوصلت موصلات اولئك الذين يمتلكون منازل عندهم يرد في الزلازل حصلوهم ايبا تم تعويضهم ماليا يبقى منازل تم تعويضهم ماليا مناقشات 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 ابرزت اهمية النظام التعليم وكلمة يعني دي كده اختيار من الاختيارات اللي مفهود انك انت لما تيجي تبص على اختيارات تدور عليها في حاجة زي كده في معنى زي ده. المهم كلمة معناها يعزز او يرقي وهي برضو خيار صحيح انك تقولي برامج التوكشو تعززه من اهمية تطوير النظام التعليمي. التست الخامس عشان يبقى كده وصلنا لقابل الاخير. بيقول لك لا تخبرها بما هو مغلف في داخل هذه العلبة. يعني لا تفسد علينا المفاجأة. درو يعني يرسم ومعناها يرسم ومعناها يرسم ومعناها يجر ومعناها يسحب فلوس من مكانة معناها يتحدى ومعناها يرفض برضو ومعناها يتمرد على يعني يصل وبالمناسبة كلمة دي من افعال الفعل اه متعدي يعني لازم تجيب بعده مفعول. يعني ما ينفعش مسلا انك تجي في جملة وده كان موجود في مكتاب اي وان اه لو انت فاكر في الامتحانات كان لو قال لك احنا وصلنا بدري الجملة كده غلط الصح انك تقول مسلا وصلنا لمدرسة مبكرا لازم مفعول بعدها خد بلك من موحوظة حبتها فكرك بيها وانت اكيد قبلتها معايا في كتاب سبيدي معناها متسارع او سريع وبيس معناها سرعة واتيرة طيب فقولك احنا لابد ان احنا نقبل او نتبنى التغير لان العالم بيتغير بسرعة يبقى على فكرة لو كان قال لك كان مفعول كنا هنقول ليجب ان ننكر او نتحدى من الافضل للبيئة لو احنا استخدمنا التكنولوجيا النظيفة واحنا اتفقنا قبل كده ان كلمة دي ممكن نحط مكانها كلمة ايكو ممكن احط كمان مهمة مهمة لاتنين اه اللي هي اسمها ان فيرون منتالي ان فيرون منتالي فيرون منتالي فريند لي برضو معناها السيارات صديقة البيئة السيارات صديقة البيئة سيارات صديقة البيئة اعطى دليلا كافيا لكي يدعم او يؤيد حجته يبقى اه اتمنى لو انني اتمكن من ان اتجول في العالم اجمع يوما ما طبعا ما تنساش معناها يغمر ومعناها يغمر يعني يغمر يدهو في الماء مسلا او يغمر شيء اقصم في فقرة الماء طيب اه لا تجعل او لا تسمح للاطفال الصغار ان يصبحوا مدمنين يبقى عادة تفتكر كده وتركز معاها في الحتة دي ان كلمة دي بيجي بعدها الفعل معناها مدمنا لي مدمن القراءة ومنها اللي هو الادمان الخريجين دايما بيحصلوا على دراسات يعني علشان يكو ايه يعملوا خبرة عملية يبقى انت عارف ان اي حاجة لها علاقة بالدراسة والتدريب فهدو الحكومة لها تأثير علينا تأثير يبقى تأثير برضو تأثير ده كده ايه بي انت سي طبعا دي لازم تقرأ تلات اختيرات دايما عشان ممكن تختار واحدة وتكتشف ان الاتنين التنين صح يبقى كلهم صح طيب الجملة التامنة التسعة بقول لك القوانين الجديدة تم تقديمها تقديم القوانين يبقى كتاجر للزهب آآ يعني هو كون او عمل ثورة ثروة يبقى معناها يعمل ثروة من المال او مبلغ من المال طائلة بمدحان الاخير معنا في الجزئية دي بقول لك هذا الرسم التوضيحي نقط يزهروا او يبينوا انخفاضا في عدد الوفيات اقول تاني حاجة احنا قلناها سبعة تلاف ومتين مرة وانت زيقتي منها نعارك بس ما عليش يسمع من اخوك الصغير تاني دي ممكن تساوي كلمة وتساوي وكده معناهم هما التلاتة يرفض ولو انتك في الاختيارات ممكن تكون لتاكل مع نفس المعنى دي معناها يقل او ينخفض خبالك منها طيب رقم اتنين بقول لك لقد كان قائدا كبيرا والذي والذي حطم النمطية يبقى بروك دول ما هنتعرف ان بروك دول يتعطل اعمل افزق قصرة جهدك لكي تلحق تساير عملك يبقى خبالك ويحتمي بحرف الجر عشان هو ممكن يجيب في امتحان بقول لك هذه الشركة تمتلكوا حقوق النشر لكل الافلام يبقى قوى ان يمتلك عندك بعد كده رقم خمسة بيقول لي دكتور الاء ده او دكتور الاء او علاء طبعا وانت عارف ان الاء وعلاء موظلوين في الانجليز الشوية هما التلاتة نفسه اه عملية جراحية يبقى انت كده هتقول لي صح الاتنين صح وممكن كمان معهم وممكن نقول وتروح مكمل الجملة وتبقى الدنيا زي بيقول لك في هنا حتى استوقفتنا انا بحل في امتحان الامتحان الاخيرة من الكلمات اللي بتفيد الغرض زي هزي كلمة اللي بس اللي هي مسكف بعضها مش يمنفصل عن بعضها وتجري تاخدها وتقول هي دي زي هزي كلمة المهم بقول لك خطب جيدا واشتغل باجتهاد لكي لكي تحقيق اهدافك بعد المدى او تصلها يبقى وممكن نستخدم هنا ممكن نستخدم كمان رفض ان يعطي اخته حصتها نصيبها في الميراس والذي يعكس تحيزه ضد النساء يبقى كده الان هيا نركز انتباهنا على النقاط المقبلة يبقى انت عارف ان عايز اقول لك ازال الاعتصال بي يبقى رقم عشرة كطفل ان هو عاش حياة يبقى لد او ما انت عارف ان في مصطلح اسمه ليد او ساد او مزرب اي ان كان يعني يعيشه حياة سعيدة بقسة وهكده كده خلصنا الجزئية دي يا شباب وهخليها لوحدها في فيديو عشان ما يكونش الفجاهات طويلة ومباشرة ننتقل الى السننمز والانتنمز اللي هما برضو ست امتحانات في عشرة يعني ستين جملة يلا نروحنا مع بعض اشتركوا في القناة